اه طبعا كلكم عارفين احنا كنا بنحط المسة الزرقة او بنحط روح الخل او كلولوماك او اسيتون مزيل طلاء الازافر اه لكن المرة دي بجرب علاج جديد اه بشتغل به بقال يومين طبعا شايفين حضراتكم الصور اللي هي الحالات الصعبة جدا الجدري في رجلين الزغليل وفي دماغ الزغليل كل ده كان ابيض اه لكن دلوقتي زي ما انت شايف كده الجدري بدأ ينشف اه ده دليل ان العلاج بيجيب نتيجة دول اربع زي غليل انا بجرب عليهم العلاج مهم جدا انك تتخلص من الحشرات لازم تستخدم مبيد امن للتخلص من الحشرات مبيد يكون امن وفعال. اه طبعا ممكن تشتري بالسانتي. اثاني اسمه فوكسيم او سيباسيل. هسيب لك صرتهم دلوقتي على الشاشة العلب بتاعتهم وترش اه بمقدار اتنين سانتي على اللتر يعني بتاخد اتنين لتر هتحط عليها اربعة سانتي من فوكسيم او سيباسيل. وترش على الحمام زي ما انا هرش دلوقتي انا هرسل الحمام وهرش تماما على الحمام والزغليل ده امن جدا جدا يا جماعة الناس اللي ما جربتوش او انا عملتوا في فيديو قبل كده الناس اللي اتما جربتوش تجربوا. وزيما بقول لحضرتك امن جدا جدا هترش منه على الحمام وعلى السلكات وعلى جميع المكان اللي عند حضرتك. اه هيقضي على الفاش لو فيه فاش لو فيه جبابة الحمام هيقضي عليها. لو فيه سوس في الارض برضو رش ما تخافش منه. اغسل المكان منه. هنا حطت فوكسيم او سيباسيل في البخاخة بتاعتنا والحمام المحبوس في سلكات زي كده. اهو جماعة شوف مباشرة على الحمام ما تخافش ابدا الحمام رائد على بيضة اهو. هنرشه تماما لو عندك اي حشرات الحشرات هتروح. الزغلول الزبير هرش عليه لو فيه اي حشرات مش هتلاقي اي حشرات. اهو. حمي الزغلول كمان. ازاي? اهو. كل السلكات وكل المكان ورش الحطان ورش كل مكان. حتى فيها جماعة اهو زغليل زغيرة. زغلول فائد زغير اهو. انا برش رشيتي الاهالي ورشيت برضو حتى لو جات مية على البدو الزغليل اهو. شوف ازاي? متخافش من حاجة. انا نجرب قبل كده. هو بدا هو حر ما تخافش مشيط الماء دور. لو انت الحمام السايب اللي عندك فيه برضو حشرات شوف. هتعمل كده. ترش مباشرة على الحمام وهو واقف كده في المكان. رش ما تخافش. خلي الرشي ييجي على جسم الحمام. بالمبيد الحشري ده اللي قلتلك عليه فوكسين او سيباسين. مش هتلاقي بعد كده اي حشرات في الحمام. ده يمكن انا مدربه جماعة. دي رابع مرة ان انا رش منه. امن امن جدا ما تقلقش. وع الزغليل وعلى البيت كمان امن. يعني مش معنى كده انك تتعمل ترشي البيت يعني. لكن بقول لك لو جاه عليه برضو البيت بيفس. شوف هنا الزغلول ده بعد ما رشيته. تعمل نقرب كده نشوف. اهو الدبان مات فيها. حشرات اهو اتنين ميتين ميتين يا جماعة ميتين ميتين. شوف حضرتك ازاي. مش متخضرة بس. لا ميتة. ده زباب الحمام. ولو فيه فاش طبعا الفاش اضعف من ده ديت اخطر حاجة. ومن ضمن الاسباب هي والنموس من ضمن الاسباب اللي هي بتنقل الجدري. اه للزغليل. اللي قول لها الزغليل مليانة جدري في الصيف. بيكون سببها الحشرات. هو مش موضوعنا حشرات الحمام لكن حشرات الحمام والنظافة من اهم اسباب الوقاية من مرض الجدري. زي ما حضرتك شايف ده قبل العلاج وده بعد العلاج. بعد يومين بس من العلاج. لكن احنا دينا العلاج خمس ايام في البداية. الموضوع بتاع النهاردة ازاي ما يزهرش الجدري في الحمام من اساسه. ولو ظهر ازاي تمنعه او تقدر تسيطر عليه وتخليه ما يزهرش في الزغليل اللي هتطلع عندك جديدة. اه طبعا كلنا عارفين ان هو بيزهر في الزغليل لان الزغليل بتكون منعتها اضعف. فبيزهر في الزغليل اكتر من الحمام الكبير. طيب قبل ما نبدأ اعمل لايك الفيديو عشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. طبعا كلنا عارفين ان الجدري مرض فيروسي والفيروسات ملهاش علاج. الفيروسات بيبقى ليها تحصينات. وتحصين كده بالشوكة ان انت تجيبه من هيئة المصل واللقاح بالكاهرة. او من اي بيطري يعني ان توفر عندي. بفضل ان انا ارفع مناعة الحمام واللان حاجات اللي انا هقولك عليها دي الحاجات اللي انا بعملها مع حمامي. ازا ظهر عندي جدري والمفروض ان ان انت تعمل كده تبدأ تعمل كده من شهر ثلاثة او شهر اربعة كل سنة وطول الصيف تمشي على الحكاية دي. مسيت بروح الخل بس طبعا بروح الخل ما يتحطش جنب العين ممنوع روح الخل تحطه جنب العين. لو جنب العين ممكن تحط المسة الزرقة. طيب انا اخدمتي ايه عشان ما اطولش على حضراتكم. وبرضو تشوف الزغليل دلوقتي بقى شكلها عامل ازاي? النهاردة اليوم الرابع من استخدام الحاجات اللي مش طبعا مش بروح الخل استخدام الادوية اللي انا هستخدمها دلوقتي من العلاج اللي انا عملته دلوقتي ده. طبعا اللي كان في عين الحمامة اختفى ما شاء الله او قرب خلاص يختفي. الزغلولة فتحت عينها. بدأ التفتح عينها اللي كان في انف الزغلول. طب والله يا جماعة الزغليل دي كمان من شدة المرض طبعا مناعتهم ضيفت. وجالهم كنكر كمان. يعني كان مش فكاة جودري بس لا جالهم كنكر. الحمام ده اتصب الكنكر مع اللي هي الزغليل اللي هوريها لحضرتك في الصورة دي. مع الجدري وكان شكله اه اسفر وشكله معبي طيب يعني كانت اصابة فيروسية واصابة بكترية كمان او فطرية كمان. الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهاردة بتعالج كل الحاجات دي او بتقضي على المرض او بتمنع انتشار المرض من المكان. هي حاجات بسيطة قوي هتنظف المكان طبعا. نظف المكان وترش المكان بفيركون اس. ده شكل الفيركون اس. آآ بودرة كده عاملة زي مسحوق الغسيل. علاقة الزغيرة دي احطها على لتر مية. البخاخة دي بتاخد اتنين لتر مية. اعطي فيها معلقتين شاي. هو هيبقى شكله كده بالشكل ده. هو تحس ان هو بيفور بالشكل ده. لكن هيبديك اللون الواردي اللي زي ده. حط هنا في البخاخة كده يا جماعة وهنرش المكان بالكامل وسلكات ما تخافشي. انا عايزك تحمي المكان وتحمي الزغليل وتحمي كل حاجة. رش استحمام كده يا جماعة للمكان. طبعا الزغليل انا عزي لهم بيد عن الحمام. اهو. برش سلكتهم وبرش كل حاجة. الفيركون اس بيطري بتجيبه من عند البيطري. آآ في حاجة كمان. الفيركون اس ممكن تحط منه على لتر المية اللي الحمام يشربه. يعني بتحط ربع معلقة. انا بنحط للرش معلقة كاملة. معلقة شاي كاملة بتحط ربع معلقة شاي على لتر المية اللي الحمام يشرب منه. يمنع انتشار المرض. وبرضو وقاية من امراض تانية كتير يا جماعة من كل الامراض لو عندك اي مرض في الحمام بتعالج من اي مرض. رش بفيركون اس. بعد ما تنظف رش بفيركون اس دايما استخدمه في فصل السيف. كل ما تنظف كل اسبوع رش بالفيركون اس. وممكن تحط روبا معلقة شي على لتر المية يوم أو يومين في الأسبوع طيب مش معانا كده بس طبعا لازم تعزل الزغليل المصابة بالجدري معانا ايه تاني النهاردة معانا هتشتري روبا ديار بايروسي رافع مناعة بايروسي انا بشتري الكمية اللي انا محتاجها الصنطي باتنين جنيه انا شريه فيه ناس بتبيقه باتنين جنيه ومص روبا ديار روبا ديار باستخدمه ازاي انا استخدمته لان الحلقة الشديدة اللي ظهرت عند الحمام كان مفروض ان انا من شهر تلاتة وقبل كده كمان استخدم روبا ديار رافع مناعة للحمام علشان يرفع مناعة الحمام ضد الامراض الفيروسية وخاصة الجدري اللي بينتشر في السيف روبا ديار طبعا ناسيب لك الصورة دلوقتي بنستخدم سنتي واحد على اربع لتر مية رفع مناعة الحمام يقوم كل الامراض بالاخص الامراض الفيروسية اللي هي منها الجدري والروشة طيب بنستخدم روبا ديار انا استخدمته سنتي على اربع لتر مية لمدة خمسة ايام بعد كده هستخدمه مرتين في الاسبوع طوال فترة الصيف يعني هسيب اسبوع وبعد كده ايه كل اسبوع هستخدمه يومين في الاسبوع روبا ديار سنتي على اربع لتر مية يومين في كل اسبوع لحد ما الصيف يعدي ان شاء الله طالما ظهر عندي الجدري وبرضو في كل مرة هنظف هستخدم فيركون اس في رش المكان ورش الحمام هتلاحظ ان الجدري اختفى بعد فترة هتتبح زغليل تلاقيها نظيفة في شفاء حبات جدري بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة لو واجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته